اطلقت وكالة الانباء السعودية واس حسابها الرياضي الجديد على تويتر في اطار التطوير المستمر الذي تقوم به واس لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 وتعزيز وصول رسالة المملكة الى العالم وسيعمل الحساب الرياضي على وضع المتلقي امام خيارات متنوعة من الاخبار المتخصصة التي تقدم المعلومة الدقيقة وفق آلية اخبارية منظمة تليق بما وصل اليه الاعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة تلقت تونس فتح الجبال خبر قرار الاستغناء عنه من قبل ادارة الفتح للمرة الثالثة في مسيرته بعد ابلاغه بقرار وضع حد لمشواره مع النادي الاحسائي اثر النتائج متعثرة هذا الموسم بينها خمس هزائم وتعاد اليتين بدورها اتفقت ادارة نادي الفتح مع المدرب البلجيكي في غيرا لادارة الدفة الفنية للفريق الاول لكرة القدم خلال الموسم الحالي وذلك خلفا للمدير الفن السابق سيد فتح الجبال وكان في غيرا قد درب عددا من الفرق البلجيكية ابرزها جينك وستاندرد ليك قبل انتقاله مؤخرا لنادي الفتح اعلن نادي الهلال الاثنين غياب السوري عمر خربين مهاجم الفريق الاول لكرة القدم لنحو ستة اسابيع بسبب اصابته بالتواء مفصل القدم تعرض لها خلال مشاركته مع منتقب بلاده وسيغيب هدف الهلال السوري عن مواجهات ضمك والنصر والفتح والعدالة من الجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي من دور كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اعلن نادي الاتفاق تعيين محمد المسح الرئيسا للمجلس التنفيذي لنادي الاتفاق خلفا للرئيس السابق هلال الطويرقي وذلك في الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الذهبيين للنادي عبد الرحمن بن علي وعدنان المسحل وجرى في الاجتماع الاطلاع على تقرير مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي وعن سير العمل في الفريق الأول لنادي الاتفاق وخرج الاجتماع بتجديد الثقة بالمدرب الوطني خالد العطوي مقدمين له كامل الدعم في الفترة المقبلة توج عبد الوهاب الحربي مدرب المنتخب السعودي تحت 16 عام لكرة القدم توج بجائزة أفضل مدرب في قارة آسيا لمدربية الفئات السنية لعام 2019 ونجح أفضل مدرب آسيا في قيادة منتخب السعودية تحت 16 عام مجددا إلى نهائيات كأس آسيا 2020 كما يسجل حضورا لافتا مع الأخضر الناشئ منذ تحقيقه لقب دورة ودية في دبي قبل أن يخطف لقب بطولة غرب آسيا في الأردن ليلحقها بالتأهل إلى النهائيات الأسيوية احتفى الحساب الرسمي لكاس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاثنين احتفى بالنيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم بسبب ذكرى يوم ميلاده متمنيا له التوفيق في مسيرته وكتب الحساب الرسمي لكاس العالم على تويتر عن موسى أول نيجيري يسجل أكثر من هدف مباراة واحدة في كاس العالم وأيضا أول نيجيري يسجل في بطولتين لكاس العالم وهداف الكرة النيجيرية في تاريخ المنديال كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للفروسية وضمن فعاليات موسم الدرعية كشفت عن مشاركة ما يزيد عن 150 فارسا وفارسة وسيحظى المشاركون في هذه البطولة المعتمدة من اتحاد الدولي للفروسية بفرصة التأهل للمبياد توكيو 2020 بحساب النقاط التي سيتم احتسابها في هذا السباق التاريخي كما سيشهد هذا السباق إضافة لمشاركة ما يزيد على 150 فارسا وفارسة 150 سايسا و50 حكما و300 مرافق ومدرب و250 عضو ناد و150 من منسوبي الفرق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة